نريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عميل حكيم والله نريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات الذمير ميلا عظيما نريد الله أن يخفف عنكم وغلق الإنسان غريبا يا أيها المرين آمنوا لا تأكلوا أبوالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تدارة من دراض منكم ولا تأكلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عبوالهم وظلمهم فسوف نصده نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبار ما أو نعرف كبير عنكم سيئاته ولدخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما تضل الله به بعضهم على بعض إذن كان نصيب منهم مكتسا وللنساء نصيب منهم مكتسا واسألوا الله من فقل إن الله كان بكل شم عليما ولكل إن جعلنا مواليا ما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانهم فآكوهم نصيبهم إن الضال كان على كل شيء شهيد ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أينيهم وأخيروا الصلاة وآكوا السكاة فلما متب عليهم القتال إذا فريقوا منهم يخشون الناس كخشيتنا فلما متب عليهم القتال إذا فريقوا منهم يخشون الناس كخشيتنا وقالوا ربنا وكتبت علينا القتال لأولا أخرتنا إلى أجل قريبا كل متاب يا قريب والآخرة خير لمن اتقى ولا كتب لأولا فتيلا حينما تكونوا مذرقوا الموت ولو كنتوا في مروج مشيدا وإن تصدهم حسنة يقولوا هذه من غلد الله وإن تصدهم سيئة يقولوا هذه من غلدك قل كل من غلد الله أما لأفلاء القوم قل كل من عرد الله أما لأفلاء القوم لا يجالون يفطهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا لا بيطي الرسول فقد أطرمنا ومن تغلق ما أرسلناك عليهم مفيضا ويقولون طاعة ويقولون طاعة فإذا برسوا من عندك بيت طائفة كل من خير الذي تقول والله يبطل ما البيتون فأحذر عنه وتوجه على الله وجفى بالله وكيلا أفلا يتدفرون القرآن أفلا يتدفرون القرآن ولو كان من ذلك غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءوا أمر من الأمر أو من خطب أزالو ونوردوا إلى الرسول وإلى أول الأمر منهم لعلما الذين يستنبقونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمتهم ولولا فضل الله عليكم ورحمتهم ونوردوا أن تبعتهم الشيطان إلا قريلا اشتركوا في القناة